عندنا الآن حكاية أبو سفيان في قصة كل أسبوع يعرضها للدكتور سواء كان جادة بسلوب جاد بسلوب ساخر سواء كان الدكتور قرأها أو سمعها أو ربما كان بطلها وش قصتنا؟ شوف في قصة دائما الناس يرددون مثل بين حانة وما نضاعة الحانة لمناسبة اللحية الكريمة هذه طبعا ذكرت في عدة كتب يمكن قريتها في عشر قصص عشر كتب مختلفة لكن تقريبا كلها تدور حول معنى واحد وهي الأرجح أنه رجل كان متزوج زوجتين واحدة اسمها حانة واحدة اسمها مانع فتعرف كل في تنافس بين الزوجتين كل واحدة بتظهروا بالمظهر الأجمل هو طبعا يوم تزوجهم كانت لحية وطويلة فلما راح الحانة ضبطت شوي قصت شوي فهذهك عرفت أنها قصت فراحت الجديدة المانع وقصت شوي هذهك لما تخرب على اللي قبلها فراحت قصت شوي المهم الرجل تناقصت لحية وتناقصت عوام التاريخ عوام لينوصلت كذا فهو التفت بالمرأة شاف على كذا لحية زي لحية جميلة قال الله يخلف الله بين حانة ومانا ضاعة الحانة فانتي بلاب ديالي انتلاع فاصلوا 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 رجل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر